أولا يا دكتور عمرو إحنا بنقول الكلام ده وإحنا بنعلمه لولادنا يعني في جهة الإخفاء المستمر للموضوع والخوف والتوجس والكسوف من التعبير عن وجوده في مجتمعنا عشيك رمضان هل ده ليه تأثير عكسي في استفحال هذه الظاهرة؟ تعالى قصة الناس كلها حفظينها في البيوت لما شاب يروح للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ائذن لي في الزنا يا رسول الله ده معنى ايه؟ معنى أنه ضاقم به سبل الحلاف وكمان حاجة يا دكتورة معنى أنه النبي عطى مساحة للشباب والأولاد أنه هم يجوا يتكلموه في أي موضوع هو أنا أقدر أروح أقول لشيخ الجامع كده حتى في الكبائر هو أنا أقدر أروح أقول لشيخ الجامع كده أنا نفسي روح أزني عايز أرتكف أكبر الكبائر أنا عايز أروح أزني يقول لي أما أنت وجاي لحد عندي فإزاي هي القضية مش في إزاي الشاب ده راح قال للنبي الكلمتين دول إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان واسع الصدر سيما بالناس كان فاتح قنوات لاتصال ما بينه وما بينهم أي حاجة تعالوا كلموني فيها وبعدين لما النبي قال له كده لما الشاب قال للنبي كده لم ينهره النبي ولم يعنف ولم يعبس في وجهه أبدا ولم يعبس في وجهه إنما هو الرحمة المهدا فقال له قضايا منطقية واحدة واحدة كده أترضاه لأمك هو عارف أنه ولد عربي وعنده نخوة يعني يمشي مع بنات الناس وما يرضاش حد يجنحي تخته نخوة فقال له أترضاه لأمك قال له أبدا أترضاه لأختك قال له لا لعمتك قال له هكذا الناس مثلك أدي النقاش الأول العلاج بقى أم حطي إيده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه فقام الشاب من عند رسول الله وأبغض شيء إلى قلبه الزنا طيب إحنا هنا ده يعني يمكن إحنا هنا بنتكلم في الزنا لا الشزوز بقى في الدين كيف يعني عقاب الشاز لا وشهر ما بيكلم عن المساحة أنا أقصد المساحة اللي حضاك تفضلت بها أنه لازم أنا كمربي لازم أنا كأب لازم أنا كشيخ لازم أنا كمدرس يا حبيبي أنا لما باجي قعد مع أولادنا وحضاك تعرف الكلام ده بقول لهم مفيش سقف للأسئلة يا حبيبي اسأل في أي حاجة اعترض على أي حاجة قل لي أي حاجة وحنتناقش حتى يسألوني حاجات تتعلق بالعقيدة حاجات تتعلق بذلك الشزوز من الكبار يا شيخ رمضان من أكبر الكبار